بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان السنة الرابعة متوسط العلاقات المترية والانسحاب بيام 2012 إذن لننطلق على بركة الله أبنائي قال تي دائرة مركزها أو ها هو المركز هنا في هذا المكان نسميه كما أشير مركز أو هذا الأمر الأول عندنا وقطرها A B يسوينا كم أبناء يسوينا ثمانية سنتيمتر إذن نأتي بجلب لأن في الملاحظة لو تلاحظون هنا الملاحظة قال يطلب إنجاز الشكل الهندسي إذن مباشرة نأتي هنا بالمدور ها هو المدور هنا أبنائي قال قطرها كم قطرها A B يعني قبل ما نقوم أولا نعين القطر أركزوا نقطة أبنائي إذن نقال القطر هو A و B كم يكون الطول يكون ثمانية يعني يأتي من هنا إلى هنا ها هو القطر ثمانية ونكتب هنا النقطة A و نكتب هنا النقطة B أو يمكن لكم مقالب تجعلنا هنا B وهنا A المهم الطول يسوينا ثمانية ثم نأتي أبنائي بالمدور و نضع في هذا المكان و نقوم ها كذا و نعين هذه الدائرة نقوم برسمها لاحظوا ها هي أمامكم ها كذا أبنائي اسمها ماذا؟ قام بتسميها قال T نقوم ها كذا أفضل قول T لاحظوا جيدا نقطة نقطة أبنائي قال C و النقطة O ها هي أمامكم لها هنا في هذا الموضع بداية المالة قال و C نقطة من الدائرة حيث ماذا؟ حيث B C يسوينا B C يسوينا ثلاثة سنتيمتر معناه نقوم بجلب المسترة ها هي المسترة يا أبنائي لاحظوا ها هي ال B في هذا الموضع ونقوم لما نجد ثلاثة سنتيمتر نتوقف ننظروا هنا جيدا ها هي الثلاثة إذن إذا قلنا هنا الصفر فتكون الثلاثة سنتيمتر في هذا الموضع هنا ها هي أمامكم يا أبنائي ثم نعين ماذا؟ نعين هذا من هنا إلى هنا النقطة ها كذا حفوا سوف نريد أن يكون الرسم جد واضح لأبنائي ها كذا إذن هنا نسمي هذه النقطة نقطة C في هذا الموضع ويمكن الآن يعني إكمال الرسم حتى يصبح جد و جد واضح ها كذا أبنائي انظروا ها هو ممق وأكيد كيف أصبح الآن يا أبنائي هذا المثلث الكل يراه في الشكل أنه مثلث كيف هو؟ مثلث قائم لا جدال في ذلك الآن بعد ما أكملنا مع الشكل يا أبنائي ناتي الآن إلى بقية الأسئلة أولا نقوم بجلب الشكل معنا لأنه سوف نحتاجه لاحظوا جيدا ونأتي الآن وننطلق في الإجابة على كل سؤال السؤال قال أحسب بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة قيس الزاوية ما هي الزاوية الزاوية آ آبي وآسي لاحظوا جيدا أركز أرجوكم أبنائي كيف يتم الإجابة على هذا السؤال بأبسط طريقة إذن نقول هنا حساب الحساب بالتدوير أو الحساب نقول الحساب بالتدوير إلى الوحدة من الدرجة قيس الزاوية ها هو الشكل أمامكم وانظروا بأم عينكم ما هي الزاوية التي يريدها يريد لنا الزاوية آ هنا ها هي الزاوية آ يريد هذه الزاوية من هنا هكذا قال هو ماذا آبي الزاوية آبي آسي هنا من هنا من هنا إلى هنا كما أشير إذن نقول عندنا أولا المثلث لاحظوا الآن يا أبني إلى هذا المثلث الذي قلنا رسمي انظروا جيدا ها هو أمامكم الذي باللون الأحمر ما هو طبيعته يا أبني الكل يلاحظه أنه مثلث كيف هو قائم إذن نقول المثلث لاحظوا المثلث آبي سي محاط كيف هو مثلث مثلث محاط بماذا بالدائرة ما هي الدائرة الخضراء بالدائرة تي لاحظوا جيدا التي قطرها كم يا أبني قطرها هو البي سي هذا الشرط الأول وماذا قطرها وكذلك والسي تنتمي إلى هذه الدائرة إذن ماذا يصبح يا أبني أي المثلث آ بي سي قائم في ماذا قائم في نقطة سي أكيد هنا يظهروا أمامكم إذن ماذا يمكن أن نقول لما أصبح قائم في النقطة سي وها هو أمامكم انظروا في هذا الموضع إنه قائم لأن كل مثلث تحيط به دائرة فهو مثلث قائم في هذه الحالة هنا عندنا ما هو المثلث لأن فيه الوتر الوتر هو نصف القطر إذا كان الوتر هو نسب القطر فعلموا أن ذلك المثلث هو مثلث قائم وطرها يجب أن يكون هو قطرها قطر هذه الدائرة إذن ماذا ينتج يا أبناء ينتج أن سينيس عفوا أن سينيس الزاوية هذه اللي هي الزاوية A B C هكذا كم تساوي لنا السينيس لديه يساوي مشهور أنه يساوي المقابل على الوتر أفول ألا قلت الوتر ما هو إذن المقابل المقابل ها هو أمامك كم قيمته قبل أن نقول قيمته نعين هو B C على الوتر ما هو الوتر ها هو يا أبناء الوتر ما هو الوتر هو A B يصبح لنا السينيس السينيس أفول السينيس الزاوية A هذه ماذا يساوينا ال B C أعطي لنا هذا اللي هو الثلاثة الثلاثة على هذا قلنا كم هو ثمانية ونأتي بالآلة الحاسبة كم تعطي لنا هذه القيمة تعطي لنا سفر فاصل ثلثمائة وخمسة وسبعون بعدما نعين ذلك بالآلة الحاسبة مباشرة سوف تعطي لنا كم تقول تصبح لنا الزاوية إذن ال B C محصورة تساوي لنا كم أبناء تساوي لنا 22 وعشرون فاصل فاصل صفر إثنان درجة لكن قال هو التدوير إلى الوحدة يعني ما وراء الفاصلة لا نحتاجه لكن هنا نستعمل التقريب بما أن هذه القيمة أصغر من 05 فتصبح لنا مباشرة تصبح كم يا أبنائي تصبح لنا 22 درجة هذه البسطة فقط لو كانت ربما قيمة أكبر ربما هنا 75 لقلنا فاصل 23 درجة بهذه البساطة المطلقة أبنائي قد أجبنا على هذا السؤال بعدما أجبنا على هذا السؤال وقلنا أنه الزاوية أصبحت هذه الزاوية أصبحت يا أبنائي 22 نأتي الآن بجلب الشكل ونذهب إلى السؤال الذي جاء بعده نتابع نقطة نقطة ثم قال ثم استنتج نقول مباشرة استنتاج استنتج معنى استنتاج قيس الزاوية الزاوية أو ب أو س هذه يعني رأسها هو النقطة أو نأتي أولا هنا لنعينها في الشكل قلنا أن النقطة أو ها هي إذن ماذا تصبح لنا يا أبنائي الزاوية هي هذه يريد أن نعين هذه الزاوية ونحن نملك ماذا نملك هذه الزاوية والسؤال بما أن نقال استنتج معناه لا تتعب عقلك كثيرا معناه عندنا هذه الزاوية إذا سميناها ألف فتحة وهذه نسميها مثلا ألف فقط أو نسمي واحدة ألف والأخرى بيطة مثلا نسميها هذه حتى لا تختلف لكم أمور نسميها بيطة وهذه مثلا نسميها ألفة لكن عندنا ماذا تقول القاعدة تقول أن العلاقة بين الزاوية ألف والزاوية بيطة تلاحظونها أن نقول نقول ماذا الزاوية ب آ س وهي الأولى وماذا و ب أو س هذه زاويتان كيف هما إحداهما إحداهما مركزية ها هي مركزية هنا نلاحظوا هذه المركزية جاء في المركز والأخرى ماذا والأخرى كيف هي يا أبنائي هي محيطية محيطية ها هي المحيطية يعني خارج تحيط والمركزية هي هذه التي جاءت في المركز ماذا تقول القاعدة تحصران إنهما تحصران نفس القوس ما هو القوس أبنائي ها هو أمامكم نفس القوس انظر ها هو القوس هما يحصران نفس القوس إذن بما أنهم محصران نفس القوس ما هو القوس لهو بي سي هذا هو القوس فإن ماذا تقول القاعدة فإن هذه قاعدة نظرية فإن الزاوية هذه المركزية الزاوية المركزية اللي هي البي أو سي تسوي لنا قاعدة هذه دائما تسوينا مرتان اثنان في الزاوية ماذا في الزاوية المحيطية اللي هي بي أ سي ذات الرأس ذات الرأس أ أ فتصبح لنا بي أو سي تسوينا كم اثنان 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 وعشرون درجة وتصبح كم تسوي لنا اربعة واربعون درجة هذا هو قيس يا ابنائي هذه الزاوية التي يمكن أن نقول عليها إنها بيطة هذه دائما قاعدة مهما كان يا ابنائي عليكم أن تعلموها مهما كانت الزاوية لو قلنا مثلا ها هي الزاوية انظروا هذه هكذا وعندنا الزاوية الأخرى مثلا هكذا فاعلموا أن الزاوية المركزية دائما هي ضعف المحيطية هذه وهذه إذا كانت هذه الفا فاعلموا أن هذه تكون اثنان الفا دائما ضعفها لا يهم المهم هذه هي فكرة الزاوية المحيطية والزاوية يا ابنائي كما قلت المركزية فقط الآن بعدما أكملنا مع هذا السؤال سوف نأتي أبنائي إلى السؤال الآخر نتابع جيدا أولا نأتي بجلب الشكل معنا لكي يسهل على الأمر تابعوا قال F صورة B بالانسحاب الذي شعاعه ماذا شعاعه O B الشكل هو المنقذ الواحد تابعوا لو تلاحظ سوف تجدون الكل إذن عندنا قلنا F صورة B بالانسحاب الذي مركزه ماذا الذي شعاعه O B ها هو O B هنا O B لكن كشعاع هكذا ركزوا أبنائي معناه أن هذا الشعاع لاحظوا نقطة نقطة أبنائي حتى أعلمكم هذه الأشياء لاحظوا نقطة نقطة ها هو الشعاع انظروا سوف أريكم كيف تتم عملية التحويل هذه النقطة ها هو الشعاع O B إذن B الانسحاب O B إذن و F سورة إذن يصبح كذا تنسح يأتي هذا الشعاع ويسحبها إلى هذا المكان فتصبح تلك النقطة أين هي تصبح النقطة F يا أبنائي في هذا الموضع هنا النقطة F لو قال بشعاع آخر ربما لغيرها لكن بما أن نفس الشعاع يعني O B تحولت من هذا الموضع يا أبنائي انظروا سوف أؤلمكم هذه الأشياء ها هي النقطة B كانت عفوا كانت في هذا الموضع فجاء هذا الانسحاب وقام بسحبها إلى هذا المكان الذي أريكم فأصبحت ماذا فأصبحت صورتها ماذا صورتها هي النقطة F هكذا أبنائي الآن ثم قال المستقيم الذي يشمل F ويوازي ماذا ويوازي B لاحظوا نقطة أبنائي أولا عفوا لاحظوا سوف نتعلم رويدا هكذا وعندنا مستقيم B C ها هو مستقيم B C قال مستقيم إذن نرسل مستقيم B C ها هو ونأتي كذلك بماذا بالمسترة ونقوم برسم مستقيم ركز أرجوكم وكذلك عندنا ها هو المستقيم الآخر A B هذا الاسي هذا انظروا ويوازي إذن لاحظوا نقطة نقطة المستقيم الذي يشمل F ها هو قد شمل F ركز أرجوكم يجد إنها هو مستقيم ويوازي B C يقطع A C في D فيمكن أن نجلب المسترة انظروا جيدا ونتعلم رويدا رويدا ركز نتابع ماذا ينتج أبني هكذا ونأتي إلى هنا لاحظ هكذا لاحظوا نقطة نقطة أبني ونقوم برسم هذا المستقيم هكذا ها هو الشكل الآن أرسم يا أبني بطريقة وقال يتقاطعني في نقطة اسمها D ها هي النقطة D الآن تنطلق الأسئلة قال أحسب D F يريد مننا أن نقوم بحساب هذا الطول D F نحن نملك أن المثلث ما هو سوف أريكم المثلث الكبير ها هو مثلث وعندنا هذا لاحظوا جيدا أبني نقول أولا سوف ندقق نقطة نقطة عندنا هذا الطول كم يا أبني هذا الطول من هنا هنا أربعة وهنا أربعة وبما أن جاء الإنسحاب يصبح هذا كذلك أربعة يصبح كذلك هذا الذي أشير إليه أربعة لماذا لأن أصبح هذا الشعاع O بي يوسين بي F إذن أصبحت أمور نعلمها وعندنا هذا الطول هو ثلاثة هذا نحن نعلمه يبقى لنا ماذا يبقى لنا هذا D F علامة ماذا علامة استفهام معناه نحن لا نعلمه نقول أبناء ماذا في المثلث إذن أولا نقول حساب نعين عنوان للإجابة حساب D F لاحظوا جيدا نقول في المثلث في المثلث ما هو المثلث أبنائي المثلث A D F وهذا المثلث الكبير هذا إذن المثلث A D F لدينا ماذا لدينا أنه أعطيت لنا هذا يوازي هذا قال لاحظوا الذي يشمل F ويوازي B C إذن ماذا ينتج يا أبنائي ينتج أن B C يوازي لنا ماذا ها هو B C انظروا سوف أريكم هذه الأشياء B C ها هو B C يوازي ماذا أبنائي يوازي لنا هذا إذن B C أصبح يوازي D F هذه من المعطيات هنا يأتي مباشرة طالس فتصبح ومنه حسب الطالس ماذا تقول القاعدة فتقول A A B على A F هذا الصغير على الكبير إذن نقول A B على A F تساوي ماذا تساوي هذا الصغير ب C F نقول B C على هذا الكبير ماذا هو A D F D F ثم الآن ننطلق بالتعويض رويدا رويدا A B ما هي قيمته ال-A B من هنا إلى هنا كلكم تعلمونها كم هذا قطر تلك الدائرة هو الثمانية على A F A F لاحظ الأربعة والأربعة وهنا بقاعدة الانسحاب أصبحت كذلك هذه كم تصبح لنا A 10 على A 10 لماذا لأن 4 و 4 و 4 4 لماذا لأن أصبحت لنا O B يساوي يساوي B F هنا B الانسحاب B الانسحاب الانسحاب هو من أعطنا هذه الخاصية على ماذا على B C ها هي B C وهي 3 30 و منه D F يصبح 36 على 8 وبعد الآلة الحسبة تعطي لنا 4.5 سنتيمتر بهذه البساطة أبنائي قد قمنا بحساب هذا الطول الذي هو قيمة تهكم 4.5 سنتيمتر بهذه البساطة وفي الآخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو كما أرجوكم أن لا تنسونا لنا بالدعاء بالصحة والعافية كي نكمل معكم مسير وزوروا صفحتنا اللي هي صفحة الفيسبوك للأستاذ نور الدين ليصلكم جددا باستمرار ودمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة